فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قومه سرا ويرشدهم إلى ما فيه صلاحهم واستقامة أحوالهم يدعوهم إلى التوحيد يدعوهم إلى أن ترتبط قلوبهم بالله جل وعلا ثم بعد مدة نزل الأمر من عند رب العزة والجلال بالجهر بالدعوة وإبلاغ دعوته إلى الناس كافة إلى عامتهم وخاصتهم وأمره بالصبر وتحمل الأذى وتجاوز ما قد يكون عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه فقال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم قال ابن عباس لما أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفا فصعد عليه ونادى يا صباحا وكان لداء يناديه الناس في ذلك الزمان ليجتمع الناس عليه فاجتمع من كان حوله من أهل مكة حتى جاء أهل مكة من استطاع منه من يأتي جاء ومن لم يستطع أن يأتي بعث من دوبا عنه ليستمع لهذه المقالة فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم ينادي قبائل قريش يا بني عبد المطلب يا بني فهر يا بني لؤي أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا جاءتكم بسفحي هذا الجبل تريد أن تغزوكم هل تصدقونني؟ فقالوا نعم فقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فما كان من عمه أبي لهب إلا أن قال له تبا لك سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا فنزلت سورة المسد قال أبو هريرة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية وأنذل عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص فقال يا معشر قريش أنكذوا أنفسكم من النار ثم دعا قبائل قريش واحدة واحدة حتى قال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها وقد جاء عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى بمثل هذا النداء يقول ربيع بن عباد وكان من أهل الجاهلية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا والناس مجتمعون إليه يستمعون مقالته لكن جاء وراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين فإذا به يقول إن هذا صابئ كاذب وينهى الناس عن اتباعه وكان يسير خلفه فقلت من هذا فقالوا هذا عمه أبو لهب ومع أن أبا لهب عم له إلا أنه كان يصد الناس عنه فمع كونه من أقرب الناس إليه وكون قرابته من أحق الناس بأن يحسنوا إليه إلا أنهم كان منهم ضد ذلك وقوله جل وعلا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين أمر بلين الجانب ولطف الخطاب مع التودد والتحبب وحسن الأخلاق لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان ذلك من أخلاقه صلى الله عليه وسلم كان يعفو عنهم يتجاوزوا عما قد يكون عندهم كان عنده حسن تعامل وحسن أدب مع أصحابه ومن هنا ينبغي بدعاة الحق أن يكونوا كذلك أهل عفو وأهل تجاوز وأهل صفح ينبغي بهم أن يكون عندهم اللين عندهم الأدب عندهم حسن التعامل عندهم استجلاب المصالح ودرء المفاسد ثم قال تعالى فإن عصوك أي في أي أمر فلا تتبرأ منهم ولا تترك معاملتهم بما سبق من خفض الجناح ولين الجانب وإنما تبرأ من ذلك العمل وحده واستمر على وعظهم ونصيحتهم مع بذلك ما تستطيع لدفعهم عن ذلك العمل غير المرضي وأمره بأن يتوكل على الله العزيز الرحيم لأنه سبحانه هو من يعين العبد على مصالح دنيا وآخرته هو الذي يعينه في الدعوة إلى الله جل وعلا ومن أعظم ما يكون سببا لعون الله على العبد أن يستشعر أن الله يراكبه ولذا قال الذي يراك ومن أعظم ما يكون سببا لإعانة الله للعبد أن يكون من أهل صلاة الليل ولذا قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم فاستحضار سمع الله جل وعلا وبصره من أسباب قيام العبد بعبودية الله ومثل هذا في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين